على لسان رسمي عراقي لمفر من الانتزام بموعد خروج القوات الاجنبية من البلاد لكنها ليست على قياسات جهة اخرى انما بمنطوق الدولة وهيبتها تلك التي انبثقت عن قرار بغداد وواشنطن المعادلة الاكثر وضوحا هو الفارق الزمني المستغرب بين ارتفاع المطالبات بخروج القوات الاجنبية وقرب موعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات فارق زمني يبعث على الريبة والشك في نوايا بعض ميليشيات سلاح المنفلت التي ارتفع صوتها مؤخرا سيما بعد الدقي على ابوابها بضرورة تسليم السلاح والاكثر اهمية هو عدم رض بعض الاطراف الخارجية الداعم لتلك الفصائل المسلحة بنتاج الانتخابات المبكرة ذريعة تهديد القوات الامريكية التي تغيب وتعود مرة اخرى يرى مراقبون انها ذريعة لتمويه الصورة المقبلة بحجة الاستمرار في حمل السلاح لمآرم اخرى منها ما قد يكون تحقيقا لتخريب خارجي في طبخة القرار السياسي السيادي في البلاد من جانبها نفت قيادة العمليات العراقية المشتركة يحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الامريكية بالتأكيد على العلاقة بعد خروجها بالاستشارة في التدريب والمعلومات الاستخبارية ضد داعش لكن العلاقة بين قضية اخراج القوات الامريكية ورفض الانتخابات وارتفاع حدة الاصرار على اخراج القوات الاجنبية اصبح بمثابة ورقة ضغط او كما يفسر على انه ضغط على الفائزين للدفع باتجاه الجلوس مع الطرف الخاسر والتوصل الى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة اشتركوا في القناة